وليلة التربوطسة طبعا هي الزوجة التانية لزين العبدين بن علي تزوجها عام 92 بعد علاقة عاطفية استمرت عشر سنين في الخفاء وأنجب منها ابنتين هما نسرين وحليمة من عام 2005 أنجبت له ليلة ابنه الوحيد محمد كان زين العبدين بن علي كان متجوز قبل كده من نعيمة الكافي ابنة الجنرال الكافي وارتبت بها عام 64 وسعد والدها نسيبه الأولاني ساعد زين العبدين بن علي في السعود السياسي وأنجب منها برضو ثلاث بلقت بن علي وليلة أنجب ابنتهم القبرى نسرين قبل الزواج بست سنوات كان فيه علاقة خاصة بينهم وبين بعض قبل الجواز هنا برضو تفاصيل حياة المطري وريس تونس الذي هرب قبل الرئيس أيضا مي سمير كتب في هذا الإطار أستاذنا محمد الباز كاتب عن الدكتاتور يسكت في الربع ساعة الأخيرة زين العبدين ظل 23 سنة دون أن يفهم ولما فهم تردوه وده الكلام اللي كنا نقول لهم